أرسله من عدى الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجه فاللهم صلِّ وسلِّق وبارِق على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته إليه ويبطيه ثم أماماً أيها الأخدف الله مرة الشهور صبنا رمضان الله ووعدنا الله سبحانه وتعالى أن نكون من المتقين وأن نحافظ على صلواتنا وأن نستقيم على دينه فهل أدينا ما وعدنا الله سبحانه وتعالى هل أدينا حق الله سبحانه وتعالى 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 هذا هو فراغ الوضع 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 لكن هذا هو أن ترى الله سبحانه الله أيها الأخوة في الله هذا السر بينك وبين الله ولكن ربنا رحيم سبحانه وتعالى يمنحنا الفرص ماء الحمد والرحمن الرحيم سبحانه وتعالى يعطينا فرص فها نحن نعيش في شهر شعبات واليوم واليوم هو اليوم الحادي عشر أيها الأخوة تقرروا مباركاً فيكم ملعوا إطار الموجود وإذا كنت أخبركم وإذا كنت أخبركم في شهر رمضان فهد أنت صادق في استقبالك لهذه الفرصة الجديدة التي منحك الله سبحانه وتعالى 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 وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إنه نحن وقالتها إنه حينيوه أحد الإجابة التي يمحن عندنا الله تعالى لدينا نحن أن نحن من عذراه من هذه موحيمات لا نحن 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 من المترجم. اس إلى الوصولة للأطولة. أطولة للأطولة الجزيزيينة للأطولة للأطولة والأطولة فهي الله تعالى أعجبت على كل حدث والبيت قال في الحديث أحيانا 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 يجبون من حيانا مما جهدان يجبون من حيانا يجبون من مما ونحن أيضا أحيانا حيانا أو أحيانا لا توجد وفي ألوان يتوقف على ألواني إذا كنت تتوقف على ألواني فإنك تتوقف على ألواني أخراج الإمام النسائي في سولاني عن أسابب مجيزيد رضي الله وقال قمت يا رسول الله لم أراك تصوم شهرا من الشعور أو لم أراك تصوم شهرا من الشعور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يخل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صادم فالنبي صلى الله عليه وسلم أنه شهر يخفر عنه الناس وفعلا بعد الأحيان أسأل في مناسبات سألت في مناسبة في أي شهر نحن وكان العدد تقريبا تسعين شخص القليل من أجاب أننا في شهر شعبان قليل والبقية لا يدرون في أي شهر نحن أو في أي عام إسلامي نحن فهذا أمر سطير جداً أيها الأخوة هذا إهماله لدينا إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيء نفسه في هذا الشهر المبارك استعداداً لشهر رمضان المبارك الذي يأتي بالخير وقاله أصبح يا صحابي أصبح يا صحابي أصبح إنه مناسبة سألت أصبح سألت في أصلاح 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 أن أكثر أصلاح كما أصلاح تفتح الأحد في العديد من العديد من العديد من العديد من العديد. وارحة هو هبنت هو جماً كان ميد جسرًا هو في زمن سهة كل عدل من لمهان تسهرًا اختهادان هبنت من ميد أحذر هذه ميد أحذر 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 الأحذر المنه من المنه أحذر وران أحذر أحذر أنه سج عندما يصلوا لي. أصحب الناس وأنا أعضب قدًا وحين أعضب الناس أعضب الناس لديهم يحين الأسياء أعضب الناس أعضب الناس لأننا فيه ونفذتهم أنهم لم يكن أعرف ونفذتهم على الإسلاميات ونفذتهم وهذا جميع السحر لأننا نحن نحن نفسه من تقالي الله سبحانه وتعالى كل ما يفعله هو باستخدام الاسلامية أهلاً يا إخوة، أتمنى أن أصدقنا أصدقنا وأردتكم أصدقنا أهلاً وأردتكم أصدقنا 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 أصد إذا كنت لا أعرف ماذا يكون فيه؟ هذا هو المسؤولة التي يجب أن يكون على أحدهم فنسأ الله تعالى ونسأل الله 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 الحمد لله الحمد لله والعاقبة المتقين ولا علواء إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا الحمد والسرط والسليم وعلى آله وأصحابه والمعين ومن لعب دعوته إلى اليوم ثم أما أبا أي الحمد لله كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالصيام في شهر شعبان والحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفتر ويفتر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شهر شعبان فكان صلى الله عليه وسلم يكثر الصياما في شهر شعبان استعدادا لشهر عمضان فالذي يفكر في هذا الشهر يستعد له يستعد له بالعبادات والطاعات حتى يدخل عليها والمطاع وقلبه سليم من الحقل والغش والحسن والمركارات والمعاصر حتى يستفيد من هذا الشهر المبارد أحيانا 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 مثل منبارات والمارس المورس والمارس الموغفظ أحيانا وهو صلى الله عليه وسلم وما رأيته في المطاقة منه وأن هذا النصر في المطاقة منه الشهر يعني ذلك أحيانا أحيانا صلى الله عليه وسلم هعني رأيته أنهم سلم من خلص أحيانا أنه يتصبه أنهم حتى أنهم حتى أنهم حتى يتصبه وضعتهم حتى أنهم كان يتصبه حتى أنهم يتصبه فهد من رائع وصحة نصبر ومن الانه ان المكان الذي هو تحدثت ان النهال كان الانه وقال من رائع ومن هناك ومن انه كان المكان الذي هو ومن نصبر ومن يهربه ومن يهربه ومن رائعه ومن انسى ويسأت أنك الشعب هو أنك تسيطبت مستقفى هل تعرف أنك قد أنه تعرف أنك سيطبت أن أعانك الماضي سأقوم بالنسبة الآن مع أجنب المعاسي سيطبت ان يذهبت الزومة ان تدخلت الزومة امثلت فيه المثال الصف ايضاك يذهب بال الجزء يذهب بال وانه إذا يدخل يضع احسن احسن وكان فخص هو يتك انه رائح أراع من دائما تحسين منها اليهم ان امتلك خارس امتلك خارس يا تنسي م 팔� نحن 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 انتوا في المعامل التي ستتهاب في سامة وأنا أعرف كل هذا إذا أحدثتت لي من أعدالي والمنى إن أجل أحمي برغب أدتني أحمي إني أجل أدن إحبتت Avيه أطفر أتا أحن إلي دور وأدتني أحد af و أدتني أعدالي أدتني إن أحبت التي أحقب في الله الببور لي لا تعرف بالناع Nobody تعرفين Although تعرفين Audrey تعرفين أحقب أني أخذ على إิدفت أنني أطرحتي és سيطع أنتي أنت إدفعي اليس Berه العباهية أعلى الله doorsك سب Regis إصفعتي تشجل أنك لا يمكنك أسيارة تشجل أن تشجل أنه لا يُسأل وهذا هو الموقع يديه لديه في حالة يسى ما يكون من الخارج الى يمتلك قرآن يمتلك يمتلك قرآن يمتلك يمتلك أكيد أو يمتلك 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 ذهب ما الذي استرادتك و أن يهاعداً شخص يحزيه أو يهبث سفى جزيه جلبي. ولكنه لا تزييحكش بتوديه وهي سيحزيك الجزي مقدمك في مالعروف يشجبك ولكنه أيضاً أيضًا لكنه أسامك عليك وأن يكون في سوق وتمع بحبت كل الانتباكي ان اردت جيدة اجب ان اعجب ياحي بينثيك كثير بشكل مطرات وضع اتتخالك ان انا لحظون ان اضغل ان اتحدث اتخل الانات فان اخبر الانات من ان اغلق Craftada انا اما لغمكي اتخل الى عائم على رحيما الله سبحانه ما هو رابط لم نجحة ما هو أحد الله وله دائما رابط لم نجحة هل يتحرك يُنشغل إجراء مدلع من كل ما رابط لذلك انشاء الله يساعد في نجحة لذلك الثبات سهل على أحد فنجحة انشاء الله تعالى بس الله تعالى أن يحتضل وأن يبتحك بسرعة اللهم صل على محملنا العظيم وصل على محملنا العظيم وصل على محملنا العظيم اللهم إننا لأولك بشروع الفصل وصيئة العنائنا اللهم طعق قلوب العلم المآخرين وأعمالنا من الهياء ومسنتنا من خذب وأعمالنا من الخيال فإنك تعلم خائمة العين منك في سدور اللهم أعلن حق حق نزل وإعلن ضراتنا ضراتنا يا مقالد القلوب ثبت قلوبا على ديني اللهم ثبت قلوبنا على ديني اللهم إنا نعوذك بشعور الفصل وصيئة أعمالنا اللهم رحمنا ورحمنا للدين ورحمنا للإمان اللهم رحمك جل يا نسلمين ومسلمات المؤمنين والمؤمنات المحيئة أوليهم والأبوات إنك سمع القادمة ووجه الدعوات برحمتك أبحث رحمي يا عبد العالمين وصلي الله ما ساعدك أعلى سياح لي على هذه المصحة الجنالية ترجمة نانسي قنقر